بالأمس توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهناء إلى أبطال مصر في دورة الإلعاب البراليمبية باريس 2024 اللي رفعوا اسم مصر عاليا في الفعاليات الدولية محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال رحاب ردوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال المنتخب البراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية الرئيس السيسي قال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لقد مثلت نجاحاتكم علامات مضيئة لمصر وإثباتا أن المصريين قادرون دوما على التحدي وتخطي الصعاب فحقا أن عزيمتكم وأسراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم